السلام عليكم كيف حالكم اصدقائي ان شاء الله تكونوا طيبين فيديو اليوم بعلمكم طريقة عملك هي كاسفنجية او كلاسيكية مثل اللي ناكلها دايما مع الشاهي ومع الاصحاب وغيرها بخطوات سهلة جدا ومضبوطة باذن الله خلونا نبدأ اول شي بنحتاج خمس بيضات بحرارة الغرفة نخلطهم كويس جدا لان يتكون معانا رغوة لونها اصفر فاتح اول ما نوصل لهذا اللون الموضح بالشاشة بنجيب كاس سكر ونضيفها بالتدريج ونستمر بالخلط لان يتكون معانا رغوة فومية او ممكن تقولوا رغوة ناعمة بعد كذا نضيف كاس اللا ربع زيت وربع كاس حليب سائل تبع الشاهي او ممكن تستخدمون اي نوع حليب حتى يعني حليب المراعي او حليب بودر تخلطوه بموية وتسكبونه ما في مشكلة تستخدموا الفانيليا البودرة او السائلة اللي هم توفر عندكم ونخلطهم مع باقي المكونات الان نبعدوا على جنب ونبدأ نجهز الدقيق بنحتاج الى كاستين الى ربع دقيق يفضل يكون دقيق الكيك ممكن تحضروا انتو بالبيت سبقوا شرحت لكم الطريقة بتحصلوها في رابط الوصف تحت ننخلها ونحن في منتصف النخل نضيف ملعاقتين صغيرة بكين بودر ونستمر بالنخل بعد ما ننخلها كويس خلاص نخرط المكونات مع بعض عشان يتجانسوا بعد كذا اني نقلتها هنا الى مطهبة صغيرة لاني محتاجة الوعى الكبير لانه ما عندي غيره فاضطريت اني ننقلها الى مطهبة صغيرة بعد كذا اخذت الخليط اللي خلطناه اول وسكبته في هذا الوعى الكبير الان نضيف الدقيق بالتدريج يعني نحط شوية ونخلط نحط شوية ونخلط يفضل تخلطوها في الملعقة السيليكون او ملعقة خشبية او اللي هو موجود عندكم بعد ما نكمل الكمية كامل ونخلطها كويس ونتأكد انها ذابت كلها ما في اي كلاكع خلاص يكون كذا جاهز معانا الان نبدأ نحضر الصينية ممكن تستخدموا صينية الكبكيك ممكن تستخدمون الصينية طويلة والدائرية حسب لمتوفر عندكم انا استخدمت صينية الكبكيك واستخدمت معاها اوراق الكبكيك اللي مثل هذه وبدأت اوزع خليط الكيك عليها الان نحطها في الفرن الفرن ضروري يكون مسخن مسبقا ونخليها تقريبا من 35 الى 40 دقيقة حسب نوع الفرن والصينية المستخدمة يعني في صواني تكون اكثر من 40 دقيقة يمكن 45 دقيقة وفي بعض الصواني يكون حتى اقل فعشان كذا لازم تنتبهوا لهذه النقطة وكذا تكون جاهزة معانا جدا لذيذة وممكن تأكلها مع اي شي تحبوه وممكن تزينوها باي شي تحبوه كمان فكل شي حسب الذوق ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وخبروني اي شي اكثر الفقرات اللي انتو تحبوها من فقرات الطبخة اكتبوا لي في تعليق تحت لانه جدا 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 تسعدني تعليقاتكم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة